صوص الكراميل ما بده كتير مكونات لحتى ينجح معكن اهم الشي بصوص الكراميل انه نعمله بطريقة مضبوطة اليوم رح اعطيكم طريقتي بتحضير قطيب صوص كراميل ممكن نعمل بالبيت وطعمه قطيب من الجاهز رح تحصل على هذا اللون الرائع والقوامل بيجنن مو بس هيك بتقدروا تحطفزوا فيه 6 شهور بالبراد من دون ما يصروا اي شي بتقدروا تستخدموه وقت لبيتكن هذا الصوص بنستخدموه لتزين الكيك وتزين كتير انواع من الحلويات وخاصة الكيكة التركية وبتقدروا كمان تحلوا المشروبات القهوة في صوص الكراميل وهلأ تعالوا معي لحتى نشوف كيف رح نحضر صوص الكراميل بطريقة كتير مضبوطة عندي هون كوبين من السكر رح اعطهم بمقلاي وبدي هز السكر شوي بالمقلاي من دون ملعقة لحتى يتوزع السكر على كل المقلاي وصير سطحه متساوي وهلأ رح شغل النار على نار متوسطة وبدي اترك السكر يتكرمل وبس يتكرمل عندي السكر بدي احرك شوي شوي على نار متوسطة لحتى يدوب عندي السكر بالكامل وينوصل للون البدناية اذا من اول نار تحت السكر رح يحترق معنا رح تتغير عننا الطعمة ما رح نحصل على الكراميل المطلوب مشان هيك تلاقوا ايام بيكون صوص الكراميل لونه على اسود ومجرد ما شفتوا لونه وصير على اسود هذا الشي بيدل انه الطعمة على مرار ونحن هذا الشي ما بدنا اياه نهائيا شايفين على نار متوسطة مع تحريك مستمر ما بتغير عندكم لون السكر يعني شايفين لون بيجنن بياخد العقل هون خلاص وصلت لهذا اللون اللي انا بدي اياه طفيت الغاص وهلأ رح اضيف ملعقتين من الزبدة بالنسبة للزبدة اختاروا طعمة الزبدة تكون طيبة نوعية الزبدة تكون طيبة لحتى هذا الشي رح يعكوس على طعمة الكراميل ورح ضيف رشية من الملح لحتى نركز الطعمة وهلأ رح حرك تحريك كما اكم لاحظين الغاز مطفي وانا عم حرك الزبدة مع السكر حرارة السكر هي اللي تخلي الزبدة الدوب عندي وهلأ هون بعد ما حركت والزبدة عندي دابت تماما شايفين بكل هدوء بكل رواء لازم نعمل صوص الكراميل لحتى نوصل للنتيجة المطلوبة هون عندي بعد ما دابت الزبدة على الآخر رح اضيف 250 ملي من كريمة السائلة الكريمة السائلة بتعطيكم طعمة كتير طيبة لصوص الكراميل بس اذا مو متوفر عندكن فيكن تستبلوا الكريمة السائلة بكوب من الحليب وتحطوا ملعقة صغيرة من النشا ما تكتروا نشا لانه السكر هو لحاله بيخلي الحليب يتماسك هلأ هون ضفت الكريمة السائلة طبعا لسه الغاز عندي هون مطفي ومجرد ما نزلت الكريمة رح اشغل الغاز وبلش بالتحريك على مهلي شوي شوي اول ما بتنزل الكريمة بتحسوا انه السكر اه تجمد بهاي الطريقة انتو خليكن عم تستمروا بالتحريك لحتى توصلوا لهذا اللون لا تاكلوا هم اهم الشي متل ما قتلكون لا تقو النار كتير لحتى تضلوا مسيطرين على اللون والطعم شوفوا هلأ هون بضل بحرك هيك لحتى ما يضل عندي اي تكتلات شايفين وهيك وصلنا لللون المطلوب اذا بتكون الكريمة كراميل يطلع عندكم سميك بتغلو شوي زيادة على النار اذا بتكون ياه يطلع خفيف يعني بتكون تستخدموا للمشروبات فبتقدروا بس هيك غلوتين ثلاثة وبتطفوا النار هلأ انا عندي القوام حتى لو طلع شوي سميك بقدر دفي بالمكروة فوق الاستخدام وبرجع القوام عندي بهذا الشكل وهلأ هون صفيت الكراميل بالمصفاية النعمة لحتى ما ينزل عندي اي تكتلات وشوفوا لي قوام الكريم كراميل بعد ما برد تماما شايفين هيك صار القوام عندي شايفين اللون كيف ما تغير عندي هذا الشي المطلوب وهي هي الطريقة الصحة لحتى تقدروا تحصلوا على طعمي طيبة للكريم كراميل وبنفس الوقت لون بياخد العل شايفين هيك القوام هلأ بسكر العلبة طبعا بعد ما برد عندي الكراميل بالكامل وبحطوه بالبراد لمدة 6 شهر بتقدروا تحتفظوا فيه ما بصر له اي شي وهلأ حبيت فرجيكم القوام بعد ما برد الكراميل تماما شايفين قوام بياخد العل بتقدروا تحشو فيه الكيك كمان وهيك متابعيني الغالين وصفتي للكصوص الكريم كراميل صار جهز بتمنى تكون عجبتكن طريقتي جربوها وان شاء الله الف صحة وهنا على قلبكن شكرا كتير لمتابعاتكن لا تنسوا دعم الفيديو بشوفكم بصفات جديدة وسلامات